السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسمي محمد الله مصلي على محمد وعلي محمد وعلى الهدات الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم الأجمعين تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مسعانا وإياكم مورد رضا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وأن يجعلنا في أعمالنا أقرب وأبر وأوفى بإمام الزمان صلوات الله عليه الساحة في كل الاتجاهات على كل المستويات تشهد حراكات كثيرة ومع أن هذه الحراكات متباينة غير أنها في المجموع تحكي ظاهرة لا شك ولا ريب أنها مهمة للغاية وعلينا أن نتابعها باستمرار هذه الظاهرة تتعلق بطبيعة المسار الذي تتجه إليه عموم الأحداث سواء كانت المتعلقة بساحة القواعد الحاضنة لمشروع انتظار الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو فيما يتعلق بالساحات التي تنتمي إلى قوى الظلم والجور في كل الأحوال لا يشك الإنسان بأن الساحة المعاصرة تختلف تماماً في قربها من الأحداث الخطيرة عما كانت عليه قبل سنة ومع كل تقدم في الزمن نشهد المزيد من الحراكات التي تثري لدينا القناعة بأن المسار لا زال يتقدم باتجاه تصادم حضاري كبير بين إرادة ناهضة وبين إرادة تكاد أن تنهار أو هي في طور الإنهيار وبطبيعة الحال حينما نشهد مثل هذا الحراك لا شك ولا ريب أن اختلاف وجهات النظر اختلاف التحليل اختلاف التقدير هو السمة الطبيعية لهذه المسارات لا سيما وأن الذين يتناولون مثل هذه القضايا هم أيضاً مستوياتهم متعددة من حيث الاطلاع من حيث القدرة على سبر أغوار الأحداث وما إلى ذلك لذلك بشكل طبيعي يمكن أن نقول أن الاختلافات الموجودة حتى في ساحة القواعد الناهضة بمشروع الإمام أو الحاضنة لمشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع أنه هذه الاختلافات أيضاً كثيرة متباينة غير أنها تحكي قصة واحدة أن اهتماماً كبيراً يجري في هذه الساحة في القضية المهدوية ما يشعر أن هذه القضية ما عادت قضية مركونة في زاوية بعيدة من زوايا الوعي وإنما أصبحت هذه الزوايا حاضرة وتتقدم يوماً من بعد آخر بعنوانها هم وبعنوانها موضوع شاغل لعقل الإنسان خلال هذه الفترة وأعتقد هذا الأمر بمحضه هو يمثل دوراً مهماً في عملية إحياء أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه التذكير به حتى وإن كانت بعض هذه الاختلافات قد يرى فيها أنها تسير بالاتجاه المتناقض أو أنها تحاول أن ترجع الناس إلى مربعات خلفية لكن حتى هذا المقدار بما فيه من انتقادات بعض الأحيان قد تكون بعض الانتقادات فيها تجريح أو إساءة أو ما إلى ذلك كلها في تقديري تصب في صالح القضية المهدوية تارة لأنها تثري القناعات تثري العقول تثري بإضافات مهمة للوعي في هذه القضية وأخرى حتى أولئكم الذين ينتقدون يلعبون دوراً ضاغطاً دوراً ضابطاً مع أن بعضهم ربما نواياهم ليست بريئة وبعضهم ربما طبيعتهم ليست محايدة أو علمية ولكن حتى هذا المقدار علينا أن نتعامل معه بعنوانه حالة تقدم مصلحة إيجابية لعموم الحركة خاصة وأننا ندعي أن الذين يريدون أن يتحركون في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه يحتاجون إلى المزيد من الإضاحة المزيد من السبر لأمور قيلت وحدثت لنا من قبل أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم بأحاديث هي إلى لغة الشفرة أكثر مما هي إلى اللغة الواضحة واللغة المباشرة وما إلى ذلك هذا هو أحد الأمور التي خلت البعض يقرأ رواية ويفسرها بطريقة يتصور أنها بلهجة مباشرة ولذلك يخرج بتقييم سريع ولكنه لا يؤدي إلى أي نتيجة ولا يعطي أي محتوى حقيقي لمساري الانتظار في المقابل أيضا نحتاج إلى الزمن نحتاج إلى حراك الأحداث لأن بعضا من هذه الروايات هي بطبيعتها تحتاج إلى أن الحادث يعبر عن شرح العلامة يعني بعض العلامات قيلت أن ما نمتلك أي تفسير إلها ما عندنا قدرة أن نسبر أغوارها لكن طبيعة الحادث حينما يأتي هو يفكك هذه الرموز بطبيعتها لماذا نحتاج إلى هذا الأمر ولماذا نلاحظ أننا في الساحة الاقتصادية العالمية الكل يجمع على أن المسار متجه إلى انهيار اقتصادي هائل يتوقعوا في الخريف القادم على المستوى العالمي على المستوى الأمني لا زالت الأمور تتصاعد يوم من بعد آخر تتزايد فيها احتمالات التدهور الأكثر وأيضا تضعف فيها احتمال التراجع إلى الوراء وهذا الخط السائر عنفوان باتجاه الأمام يجب أن نراقبه في النتائج التي سيصل إليها يعني نحن نقول أنه جاء تحتدم الأوضاع بين الروس وبين الأمريكان وتحتدم كلمة كمية باتجر تحتدم عقبة تحتدم ثم ماذا بعد ذلك لو أن يوصلون شنو اللي راح يترتب على هذا قطعا الأحداث السياسية ألفها قطعا يوصل ويفضي إلى ياء يعني علينا أن نراقب كل المراحل وطبيعتها أيضا لا تحصل فجأة وإنما بعملية تراكمية تنتقل فيها الأحداث من الحالة الكمية إلى الحالة النوعية على المستوى الاجتماعي في قواعد المنتظرين أو في القواعد الأخرى نلاحظ أن هناك حراكات كبيرة جدا الآن التظاهرات في فرنسا التظاهرات في الكيان المختصب التظاهرات في أوروبا وما إلى ذلك ليست من النمط المعتاد هم أيضا يقولون لأول مرة تحصل لدينا مثل هذه الأمور والسؤال لماذا تحصل لماذا في هذا الوقت بالذات والشيء الطبيعي أن الأحداث الاجتماعية تتأثر بالأوضاع الاقتصادية الأوضاع الاقتصادية تتأثر بالأوضاع الأمنية والعكس بالعكس والصورة المجموعة أن كل هذه الساحات تتحر وعلينا أن نراقب إلى أين سينتهي أو إلى أين تسير هذه الأمور لا نحتاج إلى جديد في أن نقول بأن المسارات تندفع إلى اتجاه انهيار حضارة الظلم والجور وفي المقابل يفترض أن تكون حضارة القصص والعدل قد أسست لها ما من شأنه أن يعرف عن دعامات جماهرية مناصرة عن قدرات تتنامى تؤسس تزيد الأسوار التي تحمي وتمنع من الأطراف المعادية ولعله مراقبة لطبيعة التي يجري بين الصهاينة وما بين المحور المقابل لهم ما يحكي لنا عن طبيعة الفارق الكبير الذي حصل لأول مرة يتحدث الصهاينة عن أن إجراءاتهم في الردع ضعفت إلى درجة كبيرة وعن حديث آخر مهم للغاية عليكم السلام مهم للغاية هي أنهم لا يعرفون ما هي الوسائل الرادعة الأخرى التي يمكن أن تضاف لعملية الجهد المضاد لأعدائهم وأعدائهم يتنامون باعتراف هؤلاء يتقوون أسلحتهم تتكاثر عملية بناء إذا صح التعبير الأسيجة والأسوار الحامية لهؤلاء تزداد في المقابل إنهيارات في إجراءات الردع كل هذا يحكي عن أن إنهيارات متعاكسة تحطل وعملية بناء أيضا تحطل في الطرف الآخر والسؤال هنا لمصلحة من أين كل هذا الذي يحطل من مشروع الانتظار من خارطة علامات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد نختلف في أن هذا الوقت هو نفس وقت عصر العلامات أو أنه نحتاج إلى وقت إضافي قد يجري هناك حديث لكن القدر المتيقن أن من يريد أن يصل إلى نتائج مطمئنة عليه أن يراقب المشهد كل المشهد لا يراقب الأمر من خلال زاوية واحدة أو من خلال رواية واحدة أو من خلال فهم واحد وأنه يحتاج إلى مجموعة كبيرة من المعطيات حتى يستطيع أن يلم بهذا الأمر أنا هنا سؤالي مع أننا منذ زمن ليس بقليل كنا نتحدث عن أن العالم مقبل على حرب عالمية لكن هستدعنا من أحاديثنا التي قد يقال عنها ما يقال لكن حينما يأتي كيسينجر وهو ثعلب السياسة الماكر العالم ويتحدث من قبل ما يقرب من 15 سنة إلى أن من لم يسمع بطبول الحرب العالمية الثالثة لحد الآن من لم يسمع عليه أن يراجع وذنه وما إلى ذلك لماذا يتحدث بهذه الطريقة؟ ولماذا هل اكتشف شيئا لا يلوح في الأفق؟ أم أنه رأى شيئا يراه في الأفق وتحدث بهذه القضية؟ طبيعة المستشرفين السياسيين أو أصحاب العقليات الاستراتيجية هو يرى النتائج بصورة مبكرة أكثر وما يهمني هنا أن ما قيل ينسجم ينسجم مع طبيعة الذي روي لنا في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهذا الانسجام قدمناه طوال كل هذه الفترة عبر مقاربات المقاربات ليس يرتوهم المقاربات ليست توقيتا وإنما هي توصيف للرواية ثم توصيف للواقع الذي يرى أن هناك انسجام ما بين الرواية وما بين الواقع عندئذ نقول بأن هذه الأمور ربما تنطبق مع التنبيه إلى هذه العقلية التي كأنها تتكهرب من مجرد أن يقال أن علامة قد تحققت ومع عويل مع ربما صراخ أن الحديث عن أن هذه العلامة تحققت تعني توقيتا وتعني الدخول بالمحظور وما إلى ذلك مع أنه هذا فهم سادج أولا لأن العلامات حينما تم التحدث عنها فلأنها ستقع في يوم ما في وقت ما ستقع أما لم يتحدثوا بقضايا حتى لا تقع هم قالوا لنا بأنها ستقع هل ستصادف أنه في زمننا مقارباتنا تفضي إلى نتيجة أن العلامات ليست باتجاه واحد وإنما في كل اتجاهات العلامات ثمت حراكات غير طبيعية في كل هذه العلامات وقد سبق لنا أن قلنا أن منظومة اليقين التي قدمها أئمة الهدى عبر حديثهم للتأكد من أن هذه العلامة هي التي تم التحدث عنها أم ليس هي باعتبار أنه كما ذكرنا أكثر من مرة هذه الروايات يمكن فيها كلمات تحمل على المتشابة يمكن أن تشابه ويغيرها من الأحداث لكن الأئمة خلونا منهج هذا المنهج هو أنهم ذكروا أحداث وقالوا هذه الأحداث متصلة بما قبلها متصلة بما بعدها متصلة بجوانبها راقبوا الجميع راقبوا القبل وراقبوا البعض وراقبوا الجنوبات يمينا وشمالا وما إلى ذلك إذا ما رأيتم حالة الانسجام ما بين كل هذه الأجزاء هي بهذا الاتجاه عندها ستصلون إلى نسبة يقين تخرجكم من حال المتشابة وحال أنه من يقول هي هذه العلامة حينما لا تدرس القرائن لن تصل إلى أي نتيجة حينما لا تدرس الحيثيات السابقة والحيثيات اللاحقة لن تصل إلى أي نتيجة لكن حينما تأتي وتقول بأن العلامة الفلانية تحدثت عن شيء قبل وعن شيء بعد وأنا أرى أن الشيء القبل تحقق والشيء البعد تحقق إذن ما في داخلها ما الذي سيكون بشكل طبيعي سنقول بأنه نسبة اليقين أكبر مما لو أننا لم نعثر على شيء من هذه الأمور في هذا المجال الأخواني الأعزاء أنا مجبر في بعض الأحيان على أن أعيد بعض الأمور التي أشعر أن معضلة الفهم في القواعد الممهدة أو القواعد الحاضنة تكمن في داخل هذه الأمور لماذا الآن؟ يعني أكو اختلافات بنيوية أكو اختلافات جوهرية بين منهج وآخر لماذا هذا الاختلاف؟ في تقديري السبب يعود إلى طبيعة فهمنا لنفس منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأكو في بعض الأحيان حالة من حالات الغفلة عن طبيعة المراد بهذه القضية أو بتلك القضية من الواضح كما أشرنا سابقاً أن الأئمة في القضية المهدوية تحدثوا عن ثلاثة محطات أساسية بمعية المحطة الكبرى التي هي المحطة العقائدية تحدثوا عن الإمام ببعده العقائدي كون منظومة الاثنى عشر عن منظومة العصمة عند الإمام منظومة الولاية عند الإمام كل هذه المقامات تحدثوا عنها في الجانب العقائدي وأيضاً تحدثوا عن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليهم والساحة نهمكت طوال هذه الفترة في إيجاد الأدلة المقنعة للقبول بغيبة الإمام وطول عمر الإمام وعدم ظهور الإمام وما إلى ذلك هذا ما كان أكو بمشكلة المشكلة هو تبتدئ من عملية الخروج من البعد العقائدي إلى البعد الذي نكتشف فيه ماذا أراد الأئمة من الناحية العملية في المحطات الثلاثة الأخرى التي طرحت في هذا المجال وأعني بذلك محطة انتظار الفرج ومحطة غيبة الإمام وما يراد من هذه الغيبة ولماذا بهذه الطريقة وأيضاً محطة علامات الظهور التي قدمت لنا لكي تحقق الانسجام ما بين محطة انتظار الفرج وما بين محطة الغيبة ماذا يعني كل هذا يعني أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما قيل لنا أن أفضل الأعمال وأعظم الأعمال وأحتن الأعمال هو انتظار الفرج وضعت هذه القضية بعنوانها المحطة الأولى لكن هذه القضية حينما وضعت لم توضع لأجل أن نكتسب ثواباً فحسب أنا أشرت أكثر من مرة والأمر هو هكذا كل عملية يجنى فيها ثواب يراد في حال الدنيا أن يتحقق أثرها الاجتماعي يعني حينما يقال لك بأنه لو صليت في المسجد الفلاني ركعة واحدة فلك المقدار الفلاني من الثواب الثواب عالم وين؟ في الآخرة عالم الغيب في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى لكن الأثر الاجتماعي وين؟ أنك أنت ستأتي إلى المسجد الفلاني تحضر فيه تصلي فيه تجتمع مع أخوانك فيه وعلينا أن نراقب ماذا بعد لذلك أن يكون انتظار الفرج هو أحتن الأعمال علينا أن نراقب الأثر الاجتماعي المتوخّى من هذه الأفضلية هذه الأعظمية هذه الأحسنية التي ترد في طبيعة رواياتي التي أشارت إلى حالة الفرج في انتظار الفرج ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء يجب أن نلاحظها دائما أولا هناك الإمام الذي ننتظره الثاني أنني أنا المنتظر والثالث أنتظره حتى ماذا أنتظره لأن لديه مشروعا فعدي المنتظر المنتظر مشروع الانتظار مشروع اللي بسبب قيل إلي أنه انتظر هذا مشروع نحن كل هذه الفترة أنا سميت روحي منتظر وباختلاف آفاقنا باختلاف مناهجنا باختلاف حالاتنا هذا اللي يقعد من الصباح يقرأ دعاء العهد ويقرأ دعاء الفرج وينهمك بالزيارات وما إلى ذلك اللي يروح إلى مسجد السهلة هذا يروح إلى جمكران هذا يروح إلى السيدة خولة هذا فلان فلان مختلف تفاعل شيعة الإمام صلى الله عليه وسلم واتجاهاتهم وفينا من لا يقول الانتظار ببعد آخر وبقصة أخرى وما إلى ذلك سأشير إلى ذلك لكن القدر المتيقن أن انتظارنا للإمام إذا كان المقصود رؤية الإمام لقاء الإمام ظهور الإمام علينا أن نتساءل ما هو الفارق الموضوعي ما بين أن نرى الإمام وما بين أن يكون أصحاب الأئمة وأصحاب الأنبياء قد رأوا الأئمة وقد رأوا الأنبياء ليس هناك أعظم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء بأبي وأمي وعانى من أصحابه كما عانى من غيرهم ولم يتحقق الفرج أمير المؤمنين بأبي وأمي بنفس الطريقة كان حضوره حضوراً ميدانياً مسلحاً حاكماً سياسياً دخل في كل الميادين ولكن لم يستطع أن يحقق الفرج هل العيب فيه؟ هو معصوم اللعيب فيه هل العيب فيه مشروعه؟ هذا المشروع مشروع العصمة مشروع عبر عنه الله سبحانه وتعالى بأن فيه إتمام النعمة إكمال الدين يأس الذين كفروا مشروع من هذا القبيل لا يمكن أن يكون مشكلة لمن ينتظره المشكلة وين؟ في قصة والله يعصمك من الناس قصة أن الناس تؤدي دورها تجاه هذا المشروع أو لا ما عندنا مشكلة في نفس المنتظر وما عندنا مشكلة في نفس المشروع عندنا مشكلة في حملة المشروع طوال هذه الفترة للأسف الشديد الثقافة العامة ما نظرت إلى أن المسألة متعلقة بالمشروع نظرت يجي لإمام هو يحل لنا كل القضايا طيب أنت دورك شنو؟ ليش انتظر الإمام كل هذه الفترة؟ إذا هو عنده قدرات استثنائية تختلف عن قدرات أجداده وآباءه وعليما منتظر كل هذه الألف وكسر سنة حتى شيء يصير حقيقة ما عندك جواب إلا أن تقول المشكلة في أمة يجب أن تجهز يجب أن تستعد ويجب أن تعد للنهوض بهذا المشروع وإلا المشروع أرجع وقول يا أخواننا الأعزاء يا أخواتنا الفاضلة ما الفرق بين أن يكون الرسول حاضرا في أمته وبين الإمام أن يأتي من بعد الغيبة ليحضر شنو الفرق؟ حضور الرسول خلال الرسول ما غاب بأبي وأمي لكن شقدر يحقق من مشروعة أوجد نواة الدولة الأولى خطفت هذه الدولة وتحولت إلى عمل مضاد بمجرد وفاة شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس هذا الواقع الذي يحطل له إذا نهينا الفرج لماذا لم يتحقق في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك في زمن بقية الأمة لذلك دعوه يروح من عندنا هذا الوهم هذا التخيل العجيب الغريب الذي دخل في أفكارنا في أنه إذا شفنا الإمام بعد حلت العدالة وحلت القص وانتهى الظلم وما إلى ذلك بينما نحن ندري الإمام من رح يقاتل يعني شنو رح يقاتل رح يقاتل بسبب وجود أعداء بسبب وجود أعداء يعني شنو يعني يحتاج إلى مناصرين يعينونه على مسألة مواجهة الأعداء لو أكو غير شيء في هذا القضاء طبعاً هنا نهم علينا أن نتوقف عند هذه القضية البعض يصور أنه انتظار الإمام بالفهم الإيجابي بالفهم الإيجابي أنه نريد نستعد ونتحضر وما إلى ذلك لنصرة الإمام صلى الله عليه وسلم عظيم البعض يصور أنه قصة الإمام هي سلاح وهي حمل السلاح وهي تدريب على السلاح وما إلى ذلك مسألة ترون في هذا الشكل لتزغرون القضية وتحصرون قصة الإمام صلى الله عليه بمقدار حروب اليوم الحروب المعاصرة الحروب المعاصرة لماذا كلها تجريف بناء على أنه صواريخ وما إلى ذلك التقنيين يشتغلون بعيداً عن كل ساحة الحروب لكنهم يؤسسون لهذه الساحة الإعلاميين الهكر السيبراني ما إلى كلها جاي تشترك طاقات وتقنيات بعيدة عن السلاح لكن جاي تأدي دور هائل جداً في حروب قائمة والشرسة للغاية لذلك قصة نصرة الإمام لن نختزلها ونقول الإمام اتدرب إذن تعال اتدرب نعم تدريب على السلاح نحن من الروايات التي أكد عليها الرسول الأعظم أن يتعلم الإنسان ما من شأن أن يقوي فس تعلم الفروسية تعلم السباحة ما إلى ذلك بما فيها استخدام السيف في ذاك الوقت مفد مشكلة لكن ما نختزل القضية بهذا المقدار المهندس يجب عليه أن يروح يطور وابع الهندسي الصناعي يجب أن يروح يطور وابع الصناعي الخطيب يجب أن يطور خطابه كلها كلها مشتركة في عالم هذه الحضارة التي يجب أن تقوم هؤلاء لهم دور أساسي في كلها الحروب ستأخذ جزء من المجتمع ما ستأخذ كل المجتمع وقد أشير إلى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه غالبية من سينصرونه هم من الشباب الشيبة أو الكهور سيكون عددهم قليل لكن هذا ليس معنى أنه ذول ما سيشتركون في عملية النصرة ذول ما يشتركون في حروب لأن الحروب تحتاج إلى قوة شبابية وما إلى ذلك أما بقية الناس النساء ما إلى ذلك دورهم في تربية المجتمع في إعداد المجتمع في تقوية الوضع المعنوي وما إلى ذلك دور هائل جدا ودور أساسي وأنا سبق إلى أن ذكرت السلاح لا يقاتل القلب هو الذي يقاتل من يربي هذا القلب هو الذي يقاتل الإنسان من يصير شجاع من يصير شجاع بالسلاحة ولا بصواريخ ذول الصهاين متروسين أسلحة وصواريخ لكن جاي رشفون القصة قصت فيه قلب يتربى ويعاد ويؤهل إلى هذا الإله هذه قضية فإذا كانت المشكلة في الانتظار أن المشروع لا ينظر إليه بعنوانه مسؤولية ومسؤوليتنا أن ننتظر صاحب المشروع المشروع لا نشغل به هو المشروع صاحب المشروع هو ينفذه هو ينطبقه هذا الخلل الكبير الذي وقعت به الحاضر الشيعية وخلاها تفكر بطرق متباينة لكنها بالنتيجة لم تؤسس للقدرة والمنعة والمكنة التي من شأنها أن تعزز قوة الحواضر الشيعية مثل ما صارت الآن الآن قدمنا خطوات كبيرة جدا لأنه وجد من يأسس إلى هذا الاقتدار وأهنانهم أرجع أنبه إلى أنه كل هذه الأعمال التي يجب أن نشوفها سواء في فتية الحجد المبارك في المواكب الحسينية الضخمة في إعداد المجالس الحسينية في إعداد الكشافات المختلفة في إعداد المجتمع لممارسات تتعاون فيما بينها تخدم بعضه حتى لو كانت غير معلنة حتى لو لم يأتي ذكر الإيمان في داخلها إلا أنها ممهدة معدة بشكل جدي وأساسي في قضية الانتظار الانتظار ليس فقط الذي يحكي هذا صار هو منتظر من يعمل لأعمال من شأنها أن تقوّل وجود الاجتماعي لشيعة الإمام صلى الله وسلم تقوّل وجود الأمني تقوّل وجود السياسي تقوّل وجود العسكري تقوّل وجود القانوني تقوّل وجود الاقتصادي تقوّل وجود الصناعي وكل هذه الأمور عناصر أساسية ومباشرة ومهمة للغاية في قضية الانتظار وعمل المنتظر ليروح بالنا أبعد من هذه الأمور أو أقل من هذه الأمور مع ذرة الأمر الآخر القصة الثانية هي قصة غيبة الإمام صلى الله وسلم وهي المحطة الثانية في منهج الأمام كل هذه الفترة تم التعامل مع قضية الغيبة بعنوانها البعد العقائجي انشغلنا معقولة الإمام يسير عمر هل قيد زين غايب بها طريقة شخص غايب هو غايب بهاي الدنيا بغير الدنيا النظريات أشكال وأرنق في هذا المجال رغم الروايات واضحة جدا أن الإمام بأبي وأمي وجوده في داخل مجتمعه غاية ما هناك أنه لا يعرف بطبيعة حراكه وفي طبيعة شخص ما يعرف وبعض الروايات تشير إلى أنه لو قد ظهر بأبي وأمي لقال الناس نعرفه هذا مرع لنا شايف في المكان الفلاني في المكان الفلاني لكن القدر المتيقن من يقول بأنه في برزخ آخر في حياة أخرى ما إلى ذلك حديث بلا مسؤولية وبلا فكر وبلا رجوع لروايات أهل البيت صلوات الله والسلام الذي يتحدث بأي منطق غير هذا المنطق بالنتيجة ما يعبر عن فهم لله لكن الشيء المهم أننا إن شغلنا في قضية غيبة الإمام هل يمكن أن يطول الإنسان عمره بهذا الحجم بهذا المقدار لو لا يمكن أن شغلنا وأقمنا الأدلة وجيب روايات وما إلى ذلك واستشاد بقضايا طبية وأمثالها من أجل أن نقنع الآخرين بعد إقناعنا لأنفسنا أن الغيبة أمر مصعب لكن ليس غاب الإمام هنا السؤال الذي ما نشغلت به الحواظر بشكل جدي وما نتبه بالسبب المتعلق بمقدارنا من هذه الغيبة حتى أوضح الأمر إحنا شفنا شيعة الإمام الكاظم عليه السلام وهنا مثال رأوا الإمام الكاظم عليه السلام يؤخذ من بيته في المدينة ويسجن تارة في البصرة وأخرى يؤتى به إلى بغداد ولم يحركوا ساكن يجوزهم من الإمام ما طالب منعدهم أن يحركوا ساكن في ذلك الفترة لكن القدر المتيقن أن العدو رأى أن مقدار قوة شيعة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه غير قادر على أن تردع إجراءاته المناهضة للإمام صلواته لذلك أخذ راحته تحرك وأخذ راحته من دون أن أحد يحرك ساكن ضده هل ياترى أن آخر إمام لنا وبه عقد الإمام يتم وما وما عدنا إمام من بعد هذا الإمام آخر الاثنى عشر به يوم هل يا ترى سيعود إلى هذا المجتمع الذي لم يؤسس لأي نمط من أنماط القدرة والمكنة والاقتدار حتى شيء يصير حتى يقتل هذا تعابير أن الإمام يخاف القتل وما إلى ذلك حاشى لأئمتنا أن يخافون من الموت بالعكس الموت بالنسبة لهم شهادة وهي كرامة الله سبحانه وتعالى لهم وكرامتنا من الله شنو؟ الشهادة هو يذهب إلى الجنان إذا نريد أن نباوع البعد الشخصي للإمام لكن كونه إمام مكلف بتحقيق الرحمة الإلهية في هذه الدنيا باعتبار هو سليل من عبر عنه وما أرسلناك إلا ماذا؟ إلا رحمة للعالمين هذا الإمام إذا ما قتل ما الذي سيحصل سينزل على هذه الأمة عذاب الاستئصال لولا الحجة لساخة الأرض بأهلها لما بقيت الأرض لما جت الأرض بأهلها وما إلى ذلك من روايات متعددة ليش؟ لأنه بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وامتداداته رفع العذاب عن هذه الأمة العذاب عذاب الاستئصال والإبادة رفع عنهم ممثل في زمن ثمود في زمن قوم لغض في زمن قوم عاد وما إلى ذلك هناك كانت الأمور تستحق أن يستأصلون يستأصلون وذكرت قبل جرائمهم اللي حصلت ما تعادل قلامة أظفر من جرائم هذه الأمة مع دين الله سبحانه وتعالى وإلا عبد الله الرضيع إذا تستطيع تخليه فيه قبال فصيل ناقة صالح منه فصيل ناقة صالح قياسا إلى عبد الله الرضيع صلى الله عليه وسلم ناهيك عن بقية الكبار وجد أئمة الهدى من أجل ديمومة خط الرحمة اللي الله سبحانه وتعالى أيضا عبر أنه نحن من عذبهم ما دام أنت موجود أنت يعني امتدادات أيضا فإذا الإمام لا يريد يقتل حتى لا ينزل العذاب على هذه الأمة عذاب الاستأصار ما يريد ينتظر وينتظر ليش شنو سبب الانتظار إذا هو مثل ما دال يذكرون أنه الإمام صلى الله عليه وسلم صاحب اللمسات السحرية والحركة السحرية وراح يحقق الإعجاز في وسط الناس وعنده ولاية وما إلى ذلك خلال ينتظر كلها الفترة ومن اليوم الأول خلص بها الطريقة لكن انتظر لوجود مشكلة في الأمة هذه الأمة يجب أن تستعد وأي تفسير أي تفسير لأن يمتد عمره الشريف بأبي وأمي طوال عقود تقرب من 12 قرن أي مسألة تفسير تستثني تجهيز الأمة وتحملها المسؤولية لن يكون إلى أي معنى وسيكون تفسير العابد بينما الانتظار كل هذه الفترة من أجل أن يترتب شيء في وعي الأمة في بصيرة الأمة في قدرة الأمة في إرادة الأمة في أعمال الأمة حواضرهم تكبر حماياتهم تزداد أسوارهم تعلو مكنتهم وضعهم في كل الاتجاهات يقوى بحيث أنه لو أراد أحداً أن يعتدي على الإمام من يتصدى له يصير في زمن الإمام الكاظم تتكرر التجربة مرة أخرى وخطع الميسر وشفنا إحنا خلال هذه الفترة داعش وحركتها وأعنف بكثير من حركة هارون العباسي ضد الإمام الكاظم عليه السلام لكن ذاك راح نفذ وهذول رادوا ينفذون لكن بكلمة صغيرة من مرجعنا المعظم حتى أحال عاليهم على سافلهم وأبادهم يعني حالة التدمير اللي حصلت مع أن الأمريكيين كانوا يتحدثون أنه ذول ثلاثين سنة يراد لهم حتى نقدر يعني نقتلع بثلاث ثلاث سنوات شباب المرجعية بفتية من المرجعية هذه المرجعية ماتفاقا وهذه قصة مهمة قيل على نائمة لا أبالية مثورية أشكال وأرناء قيل عن لكن في سطر ثلاثة شوف شون يسوا هذه أمة مستعدة هذا الكلام جرى مع أمة الأمة لو ما كانت مستعدة ما تصير ما أحد يشتغل بها الفتوى حالها حاليا لكن وجود أمة اتعاملت مع هذه الوريقة بأرواحها وبقلوبها وبأموالها وبأنفسها والآباء الدافعوية الأبناء والأبناء الدافعوية الأباء والأخوة الدافعوية الأخوة من أجل ماذا؟ من أجل أن نريد الروح ننصر المرجعية العبرة وين؟ أكو أمة مستعدة لا يعقل أن المرجعية تنتظر أمة والإمام لا ينتظر أمة فإذا كان الإمام ينتظر أمة علينا أن نفكر بها طريقة نتعامل من أجل رفع قدرات الأمة ورفع مكنة هذه الأمة الإسرائيليين الآن يتحدثون كمثال أنه قبل كنا نلعب في لبنان اللعب اليوم إذا نخشى أن تنجر الأمور إلى أن يسلط علينا عشرين ألف صاروخ باليوم هذه مين يجد ماذا صارت أكو أمة راح استعدت أعدت هيئت نفسها حمت نفسها بأسوار اليوم الإسرائيلي مع رغبته الشديدة في الإجرام مع تسلطه وغطرسته وما إلى ذلك مع كل مواصفاته التي أشير إليها عبر الواقع وعبر قرآننا الكريم أشد الناس عداوة هؤلاء نفسهم يقفون حيرانين لا يدون شي يسوون قبل كانت إذا طلق تروح عشرات الطائرات تضرب ولا أحد يقول لهم على عينكم حاجب اليوم ينضربون وهم يترددون نضرب لو لا نضرب إذا نضرب ببيع مستوين ببيع مكان ما إلى ذلك إذا أكو ضرب الآن ترى هذه الردع يزداد يوم على يوم إجراءات القوة تضاعف يوم من بعد الآخر لذلك هنا المشكلة يجب أن نرفعها من تحويل الغيبة من مجرد مفهوم عقائدي إلى مفهوم للتفاعل مع طبيعة ما أراده الرسول الأعظم يوم أن قال لأمير المؤمنين بأن الأمة ستغدر به قال له أنه إذا وجدت أعواناً المشكلة بالأعوان إذا وجدت أعواناً فجاهدهم نابذهم ناجزهم أما إذا لم تجد فاصبر حتى تجد أعواناً حتى تجد أعواناً هذا بعد مسؤوليتي أنا ويقر إحنا نحول نفسنا إلى أن علي يوم أن لم يجد أعواناً علينا أن نكون بالمستوى الذي نرقى فيه إلى أن نكون أعواناً ولدينا الجاهزية الكاملة لكي نلبي نداء الإمام صلوات الله وسلام مع التنبيه إلى أن هذه الجاهزية لا يعرف عنها أي خبر من دون أن تمارس يمارس الإنسان التجربة أطلقت فتوى الجهاد الكفائي كنا ننتظر من بعض الناس أن يكونون من المبادرين الأوائل ما صارت وكنا نتوقع من بعض الناس أن هذول ما يلبون اللي ما كنا نتوقع من عنده ما يلبي رح لبه وقر عيوننا واللي توقعنا أنه يلبي مكان لذلك مجرد الإدعاء أنه نحن جاهزين وحاضرين وما إلى ذلك هذا الكلام كلام عابث وكلام مغامر بتعبير الإمام الصادق عليه السلام حينما قيل إلى أنه نحن نتمنى أن تكون القضية عفوية لا سفياني ولا فلان ولا حروب ولا قال لا والله حتى نذوق وتذوقون أو حتى تذوقون ونذوق العرق والعرق هذه القضية قضية جدية إرادة لها جهاد إرادة لها تعب إرادة لها جراح إرادة لها شهداء ما إلى ذلك لكن حتى تنمو وتصل الأمور إلى ما وصلت إلى بالشكل الذي عبر عننا الإمام صلى الله عليه و السلام و عليه لو كنت في ذلك الزمن لستبقيت نفسي لماذا استبقيت نفسي في هذه الرواية يشار إلى أن ثمة من سيضع سيفه على عاتقه من سيحمل السلاح قتلاهم شهداء يشير إلى أن هناك مجموعة ستقاتل قتلاهم شهداء لكن هؤلاء سيحققون الفرج بالشكل الذي يشير هو بأبي وأمي لو كنت في ذلك الزمن لستبقيت نفسي للإمام استبقيت نفسي للإمام يعني شنو يعني يرفع الحاجز عن غيبة الإمام صلوات الله والسلام عليكم الحاجز الذي يجعل الإمام في حال الغيبة سيرفع السبب سبب وجود أمة أصبحت جاهزة وقادرة على أن تتعامل مع عدو الإمام بالطريقة التي تتناسب مع مشروع الإمام هذه المحطة الثانية المحطة الثالثة التي هي قصة علامات الظهور واللي لأسف الشديد غالبية الناس يقرأ هذه العلامات كقصة عدة فضول يطلع على المستقبل لن يجري ما إلى ذلك لكن هذه العلامات وضعت دليلا للأمة التي تريد أن تنجز استعدادا وتريد أن تنجز جاهزية لخدمة الإمام ونصرة الإمام هذه الأحاديث فيها انذار فيها تبشير فيها تحريض فيها تحفيز فيها تنبيه فيها موارد كثيرة جدا هدث أن تساهم مساهمة عملية وجادة في إيجاد البوصل للمجتمع الذي يريد أن يجهز نفسه لنصرة الإمام صلى الله عليه وسلم إذن القصة مقصة أنه والله أكو روايات لطيفة تحدثت عن المستقبل هيش راح يصير ما راح أضيف النبت شيء المستقبل اللي أنا ما راح يصير إذا قلت قبل سنة راح يصير هذه القضية هذا المستقبل يتحرك يتحرك مهما يكون يجي في يوم من الأيام يتحق لكن العبرة أنه لما يقال إيه لترى أكو خطر عليك بالوقت الفلاني بوقت أنا متمكن أن أعد وأستعد لمواجهة هذا الخطر حتى أدفع إيش أسم الرواية هنا منذرة لو مو منذرة مني يقول لي أنه أنت راح تتخلص من الخطر الفلاني راح يجيك الخطر الفلاني هذه مبشرة لو مو مبشرة مو من حيث الآمال وإنما من حيث الخطط اللي يجب أن أضعها للتعامل مع طبيعة قصة كبيرة أنا أرجع وأقول يا أخوان الأعزاء قصة الإمام بأبي وأمي قصة أعظم مشروع إلهي في هذه الدنيا يحتاج إلى أمة استثنائية يحتاج إلى إعداد استثنائي يحتاج إلى أفراد استثنائيين ما يحتاج إلى يتصورون أن الحل يأتي من خلال الدعاء ويأتي من الأدعية هل قد في زمن الإمام لم يكن أبي وأم كان يدعي في بقية الأمة لم يكنوا يدعون هل كانوا يدعون مروا بالمعروف انهوا عن المنكر قبل أن شنو قبل أن يتولى عليكم شرار ثم تدعون فلا يستجاب لكم القصة قصة الأمة التي تستعد الاستعداد الأمر بالمعروف النهي عن المنكر كان بيودي أن أشير إلى قصة أن يبادر أهل الانتظار إلى خدمة الناس بعنوان الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكن للأسف الوقت أدركني ربما في الأسبوع المقبل إذا الله سبحانه وتعالى قدر إلى هذه القضية لكن أشير إلى نموذج لطيف خلال هذه الفترة صار أحدهم يقول رحت إلى أظنه رحت إلى النجار وصلت على قضية معينة أجيت أنطي الفلوس قال لي لا ما أريد أنطيتك أخذت من عندك شيء قال لي أنت أخذت من شيء هذا حق قيمته هو المبلغ الفلاني لكن من ك ما أريد يابا والله فلوسي طاهرة كذا قال لي لا حشاكم فلوسك طاهرة لكن أنا عندي قرار في نفسي كل مئة سلعة أبيعها رقم مئة أنا أقدم هدية للإمام المنتظر صلوات الله وسلام عليه لذلك أي واحد يجي على أن نقدم هذا النموج في التعريف للإمام نموذج المحبم نموذج الرحمة نموذج التعاطف مع الناس أنا أعتقد أنه يمكن أن يبشر بالإمام بطريقة تختزل عشرات بالمئات المحاضرات والكتب بهذا الأداة يمكن أن نتقدم لكن أنا أعد للحديث التتم إن شاء الله تعالى أستوعب في الحديث المقبل إذا الله سبحانه تعالى قدر لي وقتا وتوفيقا لكن القدر المتيقن يا أخوان الأعزاء مهما يكون الأحداث تتسارع بشكل كبير جدا الانهيار الأمريكي ما عاد مجرد توقع الآن نفس الأمريكيين جازمين في الشهر التاسع سوف يصابون بأزم هائلة جدا على المستوى الاقتصادي وبانهيارات كبرى ما عادت القضية خفية وإنما تسربت بعد أرقام وحقاق إلى الإعلام وما إلى ذلك أحداث أوروبا أنتم جايش شوفون أحداث واقعنا جايش شوفوا القدر المتيقن أن كل الآفاق تتزاحم في ثلاثة قضايا أساسية لاتغيب عن أنظاركم الأول اللطف الإلهي يتحقق يتحرك لخدمتكم والقصة الثانية المكر الإلهي يتحقق بالظالمين والقصة الثالثة الوعد الإلهي في انتظارك نحتاج إلى أن ننفذ عن أنفسنا عن عقولنا عن قلوبنا غبارا ركاما أدى كل هذه الفترة إلى عدم الانتباه إلى واجباتنا وإلى مسؤولياتنا تجاه إمام زمان لنعود ونقول لدينا مسؤولية تجاه إمام الزمان الإمام ينتظر منا أن نقوم بمسؤولية ما فهذه المسؤولية كل واحد حسب اندفاعه حسب قدرته حسب غيرته حسب محبته حسب شوقه يمكن إلى أن يبديه لكن هذه المسؤولية مقسمة إلى ثلاثة أقسام قسم مسؤولية شخصية بيني وبين الإمام وقسم متعلق بالجماعة الصالحة أنا وياك وفلان وفلان إحنا مئة نفر نقعد نسوي الجماعة الصالحة التي تخدم هذا المشروع والقسم الثالث أيضا متعلق بنا هو أنه إحنا هذه الجماعة الموجودة في المكان الفلاني أكو إلها مماثل عشرات الجماعات مشكلة في مكانات أخرى في محافظات أخرى في دول أخرى في مناطق أخرى هذه الجماعات تشكل المجتمع الخاص بمجتمع انتظار الإمام صلوات الله وسلام يحتاجنا إلى أخلاقيات خاصة يحتاجنا إلى تراحم خاص يحتاجنا إلى تعاون خاص يحتاجنا إلى وعي خاص للمهمة المطلوبة من عدنا وعي أقدر أشبهه مع حفظ الفارق كوعي خدام الحسين في أربعين الإمام الحسين صلوات الله وسلام بذل شغل تحمل مسؤولية من الصباح إلى الليل من أجل خدمة الزوار من دون انتظار كلمة شكرا أو انتظار جزاء أو انتظار كلمة عفية أو ما خدمة خدمة خالص لأبي عبد الله صلوات الله وسلام عليه والآن إمامكم الثائر لأبي عبد الله صلوات الله وسلام عليه يحتاج منا إلى أن نثبت له بأننا نخدم بلا منا ننفق بلا منا نغار من أجل تحقيق ما يرضي إمام زماننا ويدافع عن أيتام إمام زماننا وهم شيعته عند ذلك ستجدون أن آفاق الانتظار قد حققت مراميها وإمامكم يكون على أهبة أن يكحل أنظاركم وأعينكم وينير قلوبكم وعقولكم برؤيته صلوات الله وسلامه عليه أكتفي بهذا القدر والحمد لله أولا وآخرا وصلاة وسلامه على رسوله وآله أبدا الله صلوات الله وآله محمد وحجز وحجز لإمكاني المحمد وحجز تلك السلام